اطلاق أول مؤشر حوكمة شامل للشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي مؤشر الحوكمة هذا يحاكي المؤشرات المعتمدة في الدول المتقدمة في هذا المضمار النظرة للمؤشر محليا بأن يسهم في تغيير صورة الحوكمة المؤسسية والارتقاء بأدائه بما ينعكس إيجابا على الاستثمار والاقتصاد الوطني سيسهم هذا المؤشر الكمي الفريد من نوعه في الأردن بلا أدنى شك في تغيير صورة الحوكمة المؤسسية في المملكة ويرتقي بأدائها مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني كما سيدعم الجهود التي تبدلها الجهات الرقابية والإشرافية المختلفة لتطبيق مبادئ الحوكمة سيساعد المساهمين وأصحاب المصالح والمستثمرين في الأسهم في سلوك المسار الصحيح نحو تطوير الأداء وتحقيق النمو والازدهار وحفظ الحقوق وتجنب الوقوع بالمشاكل سواء القانونية أو حتى المالية هذا من جانب آخر وهذا كل له إنعكاسات واضحة على البيئة الاستثمارية وعكس صورة أبرز الشركات الأردنية وبالتالي المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء مؤشر الحوكمة عند من قاموا ببنائه كنظام يحكم الشركات في الأردن له دلالات وأهداف يمكن للجميع أن يستفيد من تطبيقه فالحوكمة الرشيدة كما قلت في القطاع العام والخاص تقود إلى المطالبة بالشفافية والمسائلة والتحلي بالمسؤولية ويمكن إظهار حوكمة الشركات من خلال الجوانب التالية أولا وأهمها الجانب الاقتصادي فهي تساعد على إعادة الثقة في أعمال الشركات وفي الاقتصاد الذي تعمل في إطاره هذه الشركات يذكر أن هذا المؤشر الذي أعده مع ننسور وسامر الرجوب احتوى جميع عناصر الحوكمات الخمسة التي يجب مراعاتها والتي تشمل هيكل مجلس الإدارة والإفصاح والملكيات وحقوق المساهمين